دكتور ماجد كنا توقفنا عند انه التحسن من الدور اللي موجود حاليا ده بيختلف بحسب عوامل كتيرة منها الحالة المرضية اللي عند المريض نفسه اذا كان عنده اي امراض اخرى ولا لأ السلوك بتاع المريض خاصة اذا كان مدخن مثلا او بيتعرض لتدخين او بيتعرض لاماكن مزدحمة واخيرا كفاءة الخطة العلاجية من البداية ان يكون الطبيب اللي عاين او ناظر المريض عمل حسابه على احاطة هذا المرض بكل ما يلزم من العلاج من البداية السؤال بقى دلوقتي بحضرتك الدور ده تحديدا من الملاحظات التي لا لبسة فيها انه بيبقى فيه بعض الاعراض بتستمر يعني بمعنى اخر بتخلص فترة علاج الادوية وتلاقي حضرتك المريض يرجع لك يقولك انا خلصت العلاج يا دكتور وحاسس ان انا احسن بس مثلا عندي كحة او عندي لسه مثلا احساس بزيادة الافرازات في الانف مثلا يعني هل ده صحيح ولا لا يعني ده ما يدلش مثلا على عدم كفاءة العلاج مثلا ولا لا وثانيا ايه من الاعراض دي في حال وجودها يعني بنتصرف ازاي امتى بنقلق امتى نقوله لا في حال ده لازم نرجع تاني للعلاج من قوله جديد وهكذا تمام زي ما حرج تفضلت الكلام ده مهم جدا فيه هنا قاعدة ذهبية بنقول عليه يعني ايه مثلا انا النهاردة ما هو شائع هو شائع اه انا النهاردة ما نمتش كويس وصحيت عندي صدع ماقولش ايه ده هو انا عندي ورن في المخ اه لأ طب لا خلاص يعني انت المرض الموجود دلوقتي ده هنعتبره برد يتروح بقى اه شديد بقى بتوسط شديد وهو الاخره طيب ليه بقى في بعض اللي حتقدزي بحالك تفضلت ليه بيستمر ايوه دي بقى مهمة الدكتور هل فيه حاجة موضعية وحد دي ليه مثلا هي المخلية كده مثلا المريض اللي هو بتاع الرشح واللي عنده انسداد وصداع على طول ده الدكتور يقدر يحد هل في الكشف مثلا عنده حاجة مشكلة جوه هل فيه لحمية مثلا فيه حاجة اسمع انحراف في الحاجز الان فيه عنده حاجة موضعية مخلية ده موضع ده مطول معا اذا انا اعالجها علشان دي هي سبب الاستمرار صح هي دي سبب الاستمرار يعني الطفل العالطول مخنوق مخنوق وزوره ومقفوله وبيجيله ادوار كتير جدا هل هو عنده حاجة موضعية هي دي لو اتحلت زي مثلا زي موجود في الاطفال كمان اللحمية مثلا هل دي اذا اتعملت فعلا وكانت حجمها تستهل الإجراء الجراحي هل وبيخف بعد كده خالص يبقى ديني منه واحد النقطة طيب هل المريض ده عنده حاجة بتستدعي ذلك زي مثلا مثلا اوكيبيشنال راجل ده بيشتغل في حتة مهنيا مثلا هو متعرض على طول لكاميكالز لعوادم او لموات كيميائية او لروائح كيميائية انا انا بقوله انت طول ما بتتعرض لهذا انت على طول هتفضل عندك هذه العراض اه هتفضل عندك هذه العراض صحيح يعني فدي نقطة طبعا مهمة جدا ان هو يبقى يمنع السبب اصلا اذا كان بقول السبب موضعي او يكون سبب مهني او يعني مثلا فيه حاجات كتير للمنطقة دي بتعمل حاسيات اللي هي اللي هو حبوب اللقاح والأطربة والغبار من ضمن الحاجات اللي احنا بنع الحيانوات الاليفة برضو نوعية الاكل المريض هو نفسه بيبقى عارف الاكل الفلاني دا بيعمله كذا وفي بعض الاحان ملابس وتغيير درجة حرارة برضو المريض بيساعد الطبيب للنقطة دي وانا ممكن ازال حديثك على حاجة في الاكل يا دكتور ماجد يعني حاجة تاريخيا بس الناس بتتناقلها وفعلا اختلفت التفسيرات فيها الطبية يعني في موضوع الاكل بالتحديد في مسألة نزلات البرد واكل الاسماك والبيض والالبان والحاجات دي كلها حكاية انها بتظهر البرد ولا هي بتوفاقم الحالة ولا هي بتظهر الحساسية ولا ايه بالزبط يعني هو بيقول فرصة يعني ان احنا نقفل هذا الملف فيه فيه انواع من الاكل بتزود الحساسية فعلا فيه انواع ومنها زي ما حالك قلت الاسماك والتوابل الشديدة كمان احيانا يعني مثلا احنا عندنا برضو يعني عادة نحب الحاجات الاسبايسي الحرقة والشطة والآخر وطبعا دي في المنطقة دي بتبقى شوية مضرة والمريض عنده المشكلة وبعدين فيه مرضى بيبقى عندهم فعلا بتزود لهم الحساسية زي ما حالك ما قلت مثلا الفراه لا اقو او بيضاء او ايه فيه انواع فعلا يعني الحاجات دي المريض يتجنبها فعلا او يتجنبها يتجنبها هو بيبقى عارف هو بيبقى عارف اكتر ان التعرض لكذا سواء كان اكل او تراب او غبار او روائح معينة يعني اصل مسبابات الحساسية كتيرة جدا جدا من ضمنها الاكل لكن الغبار والتراب يعني مثلا انما هي تظهر الاعراض ولكن لا تفاقم الحالة بنراعي دايما دايما الفراش اير وتغيير البعد يعني على الاقتربة ومن ضمن الحاجات كمان بتعمل حساسية الفراش الحشرات الحشرات اللي احنا 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 يعني غسيل المخدات والميلايات دي برضو مهمة والسيارات احنا منقضي في المواصلات فترة طويلة جدا برضو نراعي الزحمة والاخرو وتغيير درقة والابتعاد بقى عن المصادر دي كلها اللي فيها اتربة وادخنة على قدر المستطاع طبعا على قدر المستطاع طبعا تمام نخشي بعد كده بقى حارك كنت متدرج لل احنا قلنا الاعراض وبنعالج الاعراض وازاي المضاعفات ايوه انا كان سؤالي عن المضاعفات واده السؤال التالي بالظهر الناس ما تخافش يعني الادوار اللي المشى دي اعتبروا زي ما قلنا برد تمام ووسائل وبيلم نفسه وبيخف ومساعدة الادوار الحمد لله المضاعفات اللي ممكن تحصل احنا دايما بنبقى عاملين حسابها اللي هي بتؤدي اللي احنا بقى حنزود شوية درجة العلاج يعني اذا كان الطبيب شايف ان هذا المريض محتاج ان هو يعلي احنا بندي بنيدي مثلا الجرعة الجرعة دي بنشوف بنرجع وتاني يا اما العيان في ظرف الاسبوع بالضبط لو زادت درجة المرض بنعلي الجرعة اذا قلت درجة المرض بنقص بنعلي عليت كمان معايا بنبتدي نعزل المريض بعد كده بنلجأ بقى لإيه لانه تعزل في مستشفى اذا اذا الدكتور شاف انه ده المريض ده محتاج انه يخش مستشفى عشان ما يوصلش للأعراض دي او للمرحلة دي ده من الافضل يعني يعني دايما لو الطبيب فكر في عزل المريض ده للمستشفى يبتدي يفكر يعني يتخذ هذه الخطة وبيبقى ده لصالح المريض وليصالح مالحب بيبقى لصالح المريض مش كل واحد انما ده ما بيحصلش في العادي او في الاعتياج دي الحالات الندرة حالات ندرة جدا احنا ما عندناش الحمد لله اعراض واغلب المرضى دولات اغلبهم كلهم بيتحسن جدا 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 مع الالي والدور اللي حريك انا بنتكلم عليه النهار ده ده دور عادي جدا وبرد هنقال عني الفلونزا كده في بقى ايه حاجات تانية بنعملها هل مثلا اللقاحات والفاكسين هل مفيد انا بتسئل السؤال ده على طول ااخد الفاكسين شوف حريك الفاكسين ده ضد مثلا مية من من الفيروسات وفيروسات دولتوبية لو طلع الفاكسين ده اللي حيجيلي من ضمن المية ده من ضمن المية هي عيفتني اذا ما طلعش من ضمن المية حيجيلي بس بطريقة مخففة مخففة بالزبط يعني يعني هو حيجي خلاص انا ما اخدش الفاكسين ليه ده بره الفاكسينات المهمة لا في فاكسينات الاطفال ده مهمة دي مفاش مش هتنقش فيها دي مهم انا بتكلم الفاكسين بتاع الانفلونزا العادي مصل الانفلونزا هل اخدوه انا ماخدوه هو ده الكلام